سهل خير وأهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية حقيقة مشوار طويل بمعنى الكلمة قطعه النادي الأهلي عشان يوصل للمرحلة دي في البطولة وخلينا دايما نحط بين قصين ونفتكر انه موسم استثنائي كان فيه فترة توقف طويلة جدا بالتأكيد بيكون ليها تأثير على مستوى اللعيبة بمستوى الفني والمستوى البدني وعلى حالة الانسجام أثرت بشكل كبير جدا لكن ده ما مناعش وإحنا هنا بنتكلم مش بلغة العاطفة ولا الانحياز لفريق إحنا بنشجعه بنحبه لا إحنا بنتكلم بلغة الأرقام ده ما مناعش أنه النادي الأهلي ويمكن حضراتكم لما تبعتوا العودة للدوري وحسم البطولة قبل ما تنتهي بسبع جوالات تقريبا أو بسبع مطشات أنه الأهلي على المستوى المحلي قدر يحقق تقريبا تقريبا كل الأرقام القياسية لكن عشان بعدنا شوية عن بطولة أفريقيا وعشان رجعنا لها تاني مع المطش الوداد أو افتكرناها تاني مع المطش الوداد فكرنا نقدم لحضراتكم الأرقام اللي بترصد مستوى أداء النادي الأهلي في بطولة أفريقيا على ناحيتين الناحية الجماعية للفريق ككل والناحية الفردية لمجموعة من الأرقام أهم اللاعبين في النادي الأهلي اللي كانوا مميزين وعملوا موسم استثنائي وموسم ناجح جدا يمكن ما يكونش ظاهر لعدد كبير جدا من الجماهير لكن خلونا نشوف مع بعض خليني أرحب الأول بدكتور أحمد سابت محل أداء وضفنا فيه السادسة مساء خيري يا دكتور مساء النور ومنور كده مطلق دايما أهلا بك نورنا ومشرفنا وخليني قبل ما أدخل في الإحصايات والأرقام أسألك بتشوف من وجهة ناظرك ومن وقع طبعا رؤيتك وتحديل أداء النادي الأهلي إن الموسم دا كان موسم سهل بالنسبة لأهلي على مستوى المحلي في حاسما بطولة الدوري أو على مستوى الإفريقي في دوري الأبطال الموسم مش موسم سهل لا الأهلي هو اللي خلاها سهل طول الموسم سواء في الدوري سواء في أفريقيا الأهلي هو اللي خليها سهل الأهلي هو اللي خليها سهل إزاي بقى في الدوري بدأنا مع فايلر في 16 فوز متتالي بعد كده تعادل فخليتنا الناس كلها تحس إن الدوري السنة دي سهل وما فيش منافسة وكده ده بفضل أداية الأهلي بفضل إن فيه أولا إدارة ولجنة تخطيط محترمة جدا عندها رؤية اخترت مدير فني زي فايلر في الأول كان عليه الناس كانت مقلقة منه لما جيه وحقق النجاحات دي وعمل 16 فوز الناس كلها قالت إن الدوري سهل اللي خلي الدوري سهل هو تقلق النادي الأهلي كذلك دوري أبطال أفريقيا نادي الأهلي بسم الله ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا البعض طلع مثلا نتكلم قال إن مباراة أصل الودات خصم سهل هو إيه اللي خليك تقول إن الودات خصم سهل الودات ده خسرت دوري هو الودات يعني أسهل ما رجاءه لا الودات خسرت من الدوري في آخر ثانية كان ممكن يبقى بطل الدوري بعدين فرأت إيهة جدا وفعل عيبة محترمة جدا وكويسة جدا ولكن اللي خلي الناس تقول كده هو قوة أداء النادي الأهلي النادي الأهلي اللي بيخلي البعض يشوف إن الحاجة سهلة ليه عشان بسم الله ما شاء الله الأداء محترم جدا نادي الأهلي نادي مؤسسي نادي محترم جدا في الإدارة بتعرف إزاي تختار إزاي تخطط لقدام يعني حتى في اختيار موسماني ده صراحة يعني يحسب ليهم اختيار موسماني ده هما على فكرة من هناس بأيين أنت بتتكلم فكرتني في فيلر والكريدت كله الحقيقة في بطولة أفريقيا في مشوار أفريقيا باستثناء طبعا ماطش الوداد يحسب لفايلر يعني معظم أو نسبة 90% من الأرقام اللي احنا هنستعرضها مع حضراتكم على تحليل مستوى أداء النادي الأهلي جماعيا وفرديا تحسب بتهالي دكتور أحمد بشكل كبير جدا لفايلر نجح أفريقيا وديكت واحدة من أهم النقاط يعني هوجم فيها النادي الأهلي عشان اختيار فايلر مدرب ملوش سابق معرفة ولا دراية بالكورة الأفريقية ولا يعرف طبيعة المسابقات ولا يعرف طبيعة الأندية ولا يعرف الأندية القوية والمميزة ما خدش أجواء أفريقيا اللي بتختلف جملة وتفصيلها عن بطولات أوروبا وبالتالي اتهاجم عشان أفريقيا بس الأهلي مش بيقف على حد والأهلي بيعلي أي حد دي نقطة مهمة جدا يعني الأهلي عالى فايلر والأهلي مش بيقف على فايلر بدليل أن أنت جبت موسماني موسماني كان طموحاته وحلمه كله أنه إيه جيمسك النادي الأهلي وجيه وكان اختيار نموزاجي بصراحة أن الراجل ده متمرس في الكارة الأفريقية عارف الوداد عارف الرجاء عارف الأندية المصرية نمرت واحد نمرت اتنين كمان أنت لما تيجي تختار مدير فني أن أنت بتختار أسلوب وطريقة اللعب أنا ممكن كنت مثلا أن أجيب مدرب دفاعي يعني إيه مدرب دفاعي أنا لو أنت حدك بصيت على مثلا الإحصائيات قبل نص النهاية هتلاقي أكتر في ريتين مستحوزين على الكورة يعني فيه أسلوب لعب مدرب مثلا لما باجي اختار جورديولا مثلا أسلوب لعب واستحواز أنا عارف أنه عايز يستحوز على المباراة ده أسلوب لعبه عكس مثلا سيميوني أو عكس مثلا مورينيو مورينيو مثلا بيعتمد على الدفاع المتأخر الدفاع المنطقة ده أسلوب ما ينسبش مثلا النادي الأهلي كأسلوب لعب النادي الأهلي عايز يستحوز عايز يروه ده أسلوبه أسلوب فريق كبير عايز دايما يستحوز ويخلق فرص كتير فعشان كده موسيماني كان مناسب كأسلوب لعب ومناسب كدراسة الفرق الأفريقية بتختار المدير الفني اللي يتناسب يتناسب مع كذا حاجة كذا نقطة أولا أنت فريق بطل فريق الجمهور ما بيرضاش غير ببطلات لازم تجيب مدرب حاصل على بطلات زي موسيماني النقطة التانية مدرب كورتو هجومية ما ينفعش أروح أجيب مدرب أسلوبه دفاعي ما يمشيش مع النادي الأهلي لأسلوب الدفاعي يعني مثلا كارترون كارترون ليه ما نجحش مع النادي الأهلي عشان أسلوبه دفاعي أكتر من هجومي لأسلوب الدفاعي ما يمشيش مع النادي الأهلي على فكرة كارترون مدرب كويس ولكن ما يمشيش مع النادي الأهلي النادي الأهلي عايز مدرب زي موسيماني كده زي فايلر المدرب اللي هو استحواز كورته بيعتمد على الاستحواز كرة هجومية بيخلق فرص كتير ده اسلوب لعب النادي الأهلي كذلك لو أنا كنت جبت مثلا مدرب أوروبي في الفترة دي كانت تبقى صعبة جدا كان هيجي يقولك هو لا يعرف مثلا ما عافش مين كهرباء ما عافش مين حسين الشحار هيبقى أوروبي هيقولك أنا مش مسؤول عن النتائج دي فكنت هتعتمد على أنت تجيب مساعد مصري قوي ليه مثلا وهو اللي كان هو يقولك أنا مش متحمل النتائج لكن ده اختيار جريء اختيار محترم وبصراحة يحسب للنادي الأهلي اختيار موسيماني في تلك الفترة بس أعاد شخصية النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بسم الله ما شاء الله النادي الأهلي مع موسيماني في أربع مبارات ما دخلش فيه أهداف دي حاجة مهمة جدا بتروح تكسب هو الناس اللي شايفة أو اللي شايفة ماتش الودات هو الودات بيخسر على ملعابه كان بقالهم 22 ماتش ما بيخسرش على ملعابه ما خسرش غير من النادي الأهلي بس أنا أقولك حاجة يا دكتور أحمد يعني يمكن أنا بتهيقلي أنه أكتر حاجة بسطة أنا بحط دايما في اعتباري الجمهور شايف إيه أو يعني بحاول أقرب لوجة نظر الجماهير الدرجة الثالثة أنا بشوف أنه أكتر حاجة بسطة الجمهور يعني إحنا كنا مع فيلر على فكرة عاملين في الأكواية والغاية ما مشي حتى يعني يمكن ما كناش راضين عن الأداء قوي لكن الرجل كان بيكسب وكانش بيخسر بس في الفترة الأخيرة كان واضح أن تركيزه مشتت نوعا ما دي النقطة الفيصلية اللي حصل بقى مع موسيماني وأكتر حاجة بسطت الناس أنه شخصية الأهلي روح الفانيلا الحمرة شخصية النادي الأهلي بقت بتظهر في الملعب بتلعب مع خصم تقيل بتتعب مع خصم بسيط بتلعب ناقص بتلعب كامل هو هو نفس الأداء وهي نفس الروح من الدقيقة واحد للدقيقة تسعين رجلت الأهلي في الملعب مش مقصرين في حاجة وكمان موسيماني أنت أي مدرب لو كنت جبته تاني لو روح تلعب 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 أنا شخصية قلت هتروح تلعب أنا أتوقع أنه أي مدرب حيروح يلعب بدفاعي هو لا أنا هلعب 4-2-3-1 طريق لعبي هروح أستحوز حتى هو في التصريحات اللي قالها يا كريم المراسل من شوية قال أنا أحب أن الفرقة تكون الفعل ولا يسرد الفعل دي نقطة مهمة جدا اللي كنت أتكلم فيه أن النادي الأهلي لازم يكون هو الفعل يعني أنا أسلوب لعب استحواز عكس طريق لعب مثلا نادي الزمالك سواء مع باتشيكو أو مع كارتيرون اختيارهم للمدربين هناك دفاع شوية ليه؟ لأن طريق لعبهم عايز ألعب دفاع منطقة وألعب على الهجمات المرتدة مثلا من خلال زيزو ومن خلال أشرب بن شاركي عكس طريق لعب النادي الأهلي يتمتع الناس ويلعب كرة ممتعة عكس الطريق الدفاعية الطريق الدفاعية آه بتجيب بطولات طريقة برضو محترمة ولكن ده اسلوب مختلف عن اسلوب النادي الأهلي يعني لو أنت اخترت مدرب الدفاعي مش هياجب الجماهير هنا بالتأكيد آه متفق معاك يعني بنسبة 100% لكن ده بيتهيق لي كمان يعني طبيعي جدا أي مدرب هيجي يلعب بطريقة جميلة لازم الأوراق المتاحة لي طبعا تسمح لهم ده مش هتنفغر في النادي الأهلي عشان ده فريق بطل عندك الإمكانيات وعندك القدرات الإمكانيات المادية أن أنت تقدر تجيب لعيبة ممتازة لأن ده إمكانيات نادي الأهلي نادي الأهلي هو بطل القرن الأفريكية هو أكبر نادي في أفريكيا هو واحد من أكبر الأندي على مستوى العالم إذن أنت لازم تلعب وده طموحاتك أن أنت توصل كاسعام للأندي أي حد بيسمعني أنا وإنت بنتكلم من كده هيقول لك اتنين أهلوية على شاشة الأهلي في برنامج السادسة أيولو غير كده لكن خلينا بقى أن ترجم ده للأرقام يعني يمكن الحقيقة بعد مباراة الأهلي والوداد هنا في السادسة في نفس المكان ده استعرضت مع حضراتكم أرقام أنا بيتهيالي أنها أوليال جدا لما بتحصل في مباراة خرجال نادي الأهلي صحيح قلت أنه الأهلي عنده القدرة دايما أنه يعمل مفاجآت وأنه يحقق نتاج إيجابية على أرض أقوى فرق القرى الأفريقية وحصل كتير قبل كده لكن مع النتيجة يكون كمان كل الإحصائيات المتبطة بالمباراة من استحواز وعدد تبريرات صحيحة ومحاولات على المرمة وتزديدات بين التلات خشبات يعني كل الأرقام المتبطة بالمباراة يبقى الأهلي كمان متفوق فيها ده كان بالنسبة لي شيء في منتهى الإجابية الغريب اللي اكتشفته النهاردة وأنا بحضر لدكتور أحمد عشاني شرفنا أنه الموضوع ده مش استثناء في مباراة الوداد ده يكاد يكون الحال في مشوار الأهلي في بطولة أفريقيا من ساعة ما ابتدنا دوري المجموعات وصولا لجولة الزهاب في قبل نهائي أفريقيا خلينا نبتدي كده مع مجموعة من أرقام النادي الأهلي هتكلم مع حاك الأول جماعيا يعني قبل ما نروح للأرقام الفردية أو خلينا نروح بصفة عامة إيه أهم الأرقام اللي حقق النادي الأهلي التزين الحالي في مشوار أفريقيا الأرقام دي من بداية دور المجموعات حتى مباراة الزهاب في نص نهاية دوري أبطال أفريقيا أول رقم النادي الأهلي هو أقوى خط هجوم في البطولة ده رقم واحد أقوى خط هجوم ليه لأنه أكتر فريق مسجل أهداف في تلك الفترة 12 هدف ده رقم واحد بسم الله ما شاء الله أقوى خط هجوم تاني نقطة النادي الأهلي أقوى خط تفاع أقل فريق استقبلت شباكه أهداف خمس أهداف إذا النادي الأهلي أقوى خط هجوم أقوى خط تفاع في دوري أبطال أفريقيا طيب أنا وحاك بتقول الأرقام وبتستعرضها أقول أنه ده برضو نفس الإحصائيات الخاصة بالدوري المحلي الأهلي قدر يكون فيه أقوى خط هجوم وأقوى خط تفاع يعني التفوق مش بس محليا نستقبلنا تولي السيزن ده ويمكن أنه أقف مع الشناوي طبعا مع دكتور أحمد وقفة طويلة شوية لأنه الشناوي عامل سيزن رائع وإحنا توتل الأهداف اللي داخلتنادي الأهلي 8 في الدولي و 5 في دوري أبطال أفريقيا تمام الأهلي كمان أكتر فريق يعني مش بس أقوى خط هجوم لا ده أكتر فريق صنع فرص محققة للتسجيل في دوري أبطال أفريقيا صنع 20 فرصة نادي الأهلي صنع 20 فرصة كمان أكتر فريق أهضر فرص يمكن ده الرقم سلب شوية أنه أكتر فريق أهضر فرص 11 فرصة ده دليل برضو ان احنا اسلوبنا هجومي بنروح عالجوم كتير كان 11 فرصة دور ينقصنا نشتغل على اللمسة الأخيرة دي نقطة مهمة بقى النادي الأهلي أكتر فريق بصوا بقى على الكلمة دي المهمة قوي 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 اللي هو أكتر فريق استحوذ على الكورة عشان كنت تقول لها داك إيه اسلوب لعبه موسيماني مناسب لأسلوب لعب النادي الأهلي لما تيجي تختار مدرب لازم تختار مدرب اسلوب لعبه البوزيشن جيم اللي هو الاستحواذ على الكورة في المباراة النادي الأهلي استحوذ على الكورة دي 559 من 10 يعني 56% في إجمال المباراة اللي لعبها يعني النادي الأهلي في أي مباراة كان بيستحوذ تمام استحواذ دي يعني تمتيجي كده تمتيجي زي ما بيقوله تلقائيا انت بتتكلم على بالتأكيد واحدة من أهم عامل قدرتك على فرض الاستحواذ هي معدلات اليقى بدانية تبتكلم على استحواذ واسلوب وبرضو تاكتك مدربين سواء فايلر ومسيماني ان انا هنزل لعب سواء بره او جوه بلعب الاستحواذ على الكورة ده اللي خلى الاحصائيات تحت النادي الأهلي توصل ل 56% في المباراة الوحدة او 55% من 10 الزبط ده اعلى فريق على مستوى استحواذ النادي الأهلي كمان اكتر فريق بيروح على الجون اكتر فريق عنده معدل محاولات على المرمى كل 90 دقيقة او في المباراة الوحدة كام 10 او 9 يعني النادي الأهلي كده وانس ان انت عارف ان هو هيلعب مباراة اه 11 وانس ان هو عارف ان هو هيلعب في دورة بطال افريقيا هتعرف ان هو هيعمل ان شاء الله يعني 11 محاولة على المرمى ده المتوسط بتاع النادي الأهلي النادي الأهلي كمان اكتر فريق سجل اهداف من ضربات جزاء في البطولة سجل اربع اهداف من اربعة وطبعا المتخص الاول هو علي معلوله علي معلوله طبعا فدي الاركام يمكن بصفة عامة كده بتبين ان النادي الأهلي هو اقوى فريق في البطولة حتى الان بالاركام اقوى خط هجوم اقوى خط ادفاع اكتر فريق صنع فرص اكتر فريق استحوز على الكورة اكتر فريق عنده معدل محاولات على المرمى اكتر فريق سجل اهداف من ضربات جزاء فبسم الله وان شاء الله يعني الاركام بتاعت النادي الأهلي نتمنى ان هي ان شاء الله تكمل لغاية المباراة النهائية احنا مشوارنا في الحلقة لسه مستمر والاركام مكملة معنا خلينا نروح فاصل سريع ونرجع لدكتور احمد سابت ضفنا في السادسة مرة تانية بعد الفاصل اهلا بحضراتكم مرة تانية للي ما كانش متابعنا قبل الفاصل واللي كانت تابعنا ومش مركش شوية لخاصلكوا اهم الارقام اللي قالها دكتور احمد سابت فيما يتعلق بمشروع الاهلي في بطولة افريقيا بداية من دور المجموعات وصولا طبعا لجولة الزهاب في قبل النهائي الاهلي هو الاكتر قوة هجوميا اكتر فريق تسجيلا للاهداف ب12 هدف واقل فريق استقبالا للاهداف خمس اهداف فقط دفاعا وهجوما الاهلي هو رقم واحد في دوري ابطال افريقيا الاهلي اكتر فريق صنع فرص محققة للتسجيل ب20 فرصة والاكتر فريق ايضا اهدارا للفرص المحققة للتسجيل 11 فرصة ويمكن دي نقطة سلبية اشار لها دكتور احمد نتمنى في المطشط المهمة والحسيمة انه نشتغل عليها ونركز فيها الااهلي كمان هو اكتر فريق استحوازا على الكرة بنسبة تقريبا 56% واكتر فريق يمتلك معدل محاولات على المرمى تقريبا كل مطش او كل مباراة 11 محاولة واكتر فرق البطولة التسجيلا للاهداف من دربات جزاء اربع دربات جزاء اهلا بيك دكتور احمد لخصت كده بشكل سريع الاداء العام او الاجمالي المجمل العام لاداء النادي الاهلي في مشوار البطولة قبل بس ما ادخل معك في في تفاصيل الارقام والاحصائيات الخاصة باللعبين بقى على المستوى الفردي واللعبين اللي شايفهم من وجهة نظرك تعلقوا السيزن ده قاري ازاي طريق التفكير ميجيل جاموندي مدير الفني لانا الرجل بيهالي الرجل ده ما بينامش يعني الرجل ده يعني عايش بيدرب كده حسابات في اخماس في ازاز طول الوقت هيجي الاهلي يلعب ايه يغامر ويلعب الكل في الكل ولا يأمن ولا يحاول يخطف يعني شايف سيناريو الماتش بالنسبة لوداد ايه هو يمكن هو اخطأ في مباراة الزهاب في التشكيل في حاجات كتير فهو هيحاول او في تلات نقطة تحديدا لما بدأ بيحيا جبران اللي هو اصلا لعيب ارتكاز لما حطه مساك وبراهيم نجم الدين جنبه اتنين دول ما كانوش بيلعبه اصلا جنبه بعض خالص ممكن اتكلمنا في الستوديو ان قلنا ان ده كان يعني واحدة من اهم اسباب هزيمة الوداد وكمان المهاجم جباجبه اللي هو بدأ على حساب كذا دي ولكن اعتقد ان هو هيجي هنا بقى هيعدل شوية التشكيل ايه اللي هيعدله اعتقد ان تشكيل الوداد مش هيخرج عن التالي في حراسة المارمى احمد ريدا التكنوتي هيلعب اربعة واحد اربعة واحد نفس طريقة لعبه هيدخل كمارا اللي هو نزل الشوط التاني اللي هو المدافع الاساسي بتاعه المساك كمارا هيبدأ جنب ابراهيل نجم الدين اللي اتنين المساكين في الباك رايت هيبقى عبداللطيف نصير الباك لفت هيبقى يحيى عطية الله قدامهم هيرجع يحيى جبران لمركزه هيدخلوا بقى في مركزه عادي اللي هو العيب ارتكاز دفاعي والاتنين اللي قدامه الحسوني ووليد الكارتي وعلى الاطراف اسماعيل الحداد وعلى الناحية التانية بديع اوك يعني في الجناحين بديع اوك والحداد وهيبدأ بكزادي اللي يرجع بقى كمهاجم اساسي بالمناسبة اسماعيل الحداد فيه اخبار كتير جدا واحتمال يعني بعد يعني بعد لما يعني بعد مباراة النادي اللي قال انه يروح الدوري القاتري مقابل اثنين مليون دولار ونص فغالبا هتبقى دي اخر مباراة لي مع الوداد المغربي على اساس انهم اللي يتأهلوا المباراة بإذن الله طبعا اول ربع ساعة هي اخطر ربع ساعة في مباراة الايام لازم ناخد حذرنا القورة مفهاش امان توتنهام وماتش واستهام الاخير لما كانوا كسبانين 3-3 لغاية الديها 81 81 وحاجة يعني 10 ثواني و20 ساعة كسبان 3-0 اتعدلوا 3-3 القورة مفهاش امان لازم اول ربع ساعة هو بالتأكيد المدرب بتاعهم هيبدأ هيعدل الاخطاء اللي عملها دي وحيحاول يخطف هدف لان ده هو جاي يعني فرصته الوحيدة انه هو يخطف هدف بدري بحيث انه نوعا ما يعمل هزة يحاول ان هو يرجع وزق مش شغل النفسي بين قوسين كده ريمونتادة يعني اي ريمونتادة حصلت في العشرة سنين الاخيرة هتلاقي جاموندي بيحفظها لعب الوداد اكيد بيفرجهم على الفيديوهات نسا الاماني ممكن اكيد او بيفرجهم على الفيديوهات وريمونتاد كتير فلازم نقوره مفهاش امان ودلوقتي اقول لحداك على حاجة برضو مهمة جدا ما عادش فيه جماهير ودلوقتي ما عادش فيه فرق ما بين المباراة الزهاب والقياب لعدم وجود الجماهير يعني انت لما كنت تروح مثلا الوداد وتكسبه مناك وتيجي تلعب هناك بجماهير اكيد لك 100% يعني خلاص محسومة لكن دلوقتي ما فيش جماهير فدي نقطة مهمة جدا لازم ناخد حزارنا تحديدا في اول ربع ساعة اول ربع ساعة هي الفايصل في المباراة تحديدا يعني انا خلينا نلخص كلام حيك وقول ننسى فكرة افضلية الارض والجمهور المباراة كأنها بتلعب على ملعب واحد من شوطين كل شوط 90 دقيقة شوط اول خلص لصالح الاهلي 90 دقيقة وشوط تاني هيتلعب ان شاء الله 90 دقيقة تانية وبالتاني فكرة افضلية الارض والملعب والجمهور طبعا لازم نحضر حزارنا ولازم ننزل برضو بنفس اسلوب لعبنا نحاول نستحوذ على اكبر قدر طب انت كلمتني عن الوداد تتوقع موسيمان يلعب بنفس اسلوب اللي لعب بيف بالتأكيد هو حتى قال النهاردة انا الفعل مش رد الفعل هو هينزل يستحوذ يحاول يعمل اكبر عدد من التمريرات كل ما تعمل تمريرات في اول ربع ساعة كل ما انت بتبس في نفوس لعب الوداد ان انا خلاص جالهم احساس باليأس ان انا خلاص معاتش مش هقدر عوض تحديدا في اول ربع ساعة لما يشوف لعبة النادي الاهلي بتستحوذ ده فريق كبير ده فريق اعلى مني مش هقدر ان انا اجريه دي نقطة مهمة جدا نقطة الاستحواذ ولعبة تمريرات كبيرة جدا ده يخدنا من فكرة انت قلتلي هنا الاهلي على المستوى الجامعي هو الاكثر استحواذا وانخش على المستوى الفاردي عشان استحوذ زي ما اتكلمنا انا عايز لقب الدنيا على اعلى مستوى عايز تحركات مدير كورا على اعلى مستوى عايز بول كنترول من لعيبة تسليم وتسلم على اعلى مستوى وبالتالي ده يخدنا عشان اعمل ده في لعيبة محورية اللعبة اثرت في دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي بالاركام تمام نمرت واحد طبعا علي معلول رقم واحد هو اكتر لاعب ساهم في اهداف مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا من بداية دور المجموعات ساهم في كام هدف اربع اهداف علي معلول هو هداف الاهلي في تلك الفترة كمان باك لفت اكتر من مجرد ظاهر ايسر مسجل تلات اهداف وصنع واحد يعني مساهم في اربع اهداف في الفترة اللي هي من بداية دور المجموعات لغاية نص النائج هنا اللعب المحترف اللي انت بتجيبه وبيصنع عليك الفارج ده حاجة مهمة جدا ده رقم واحد علي معلول معلول عموما يعني تجربته مع الاهلي تاريخية اسمه تحفر في قلوب كل الاهلوية يعني رجل حقيقة بيقدم مستويات ومهما جاله عن عروض ومهما جاله من عروض بيفضل دايما النادي الاهلي وعارف كمية النادي الاهلي ودي حاجة تحصل بالعلي معلول اللعب التاني وهو ليه ارقام مميزة جدا يمكن الناس ركزت بس عليه على اخر ماتش لكن هو بيقدم بطولة جيدة جدا اخر ماتش بتاع الوداد اه محمد مجدي افشا محمد مجدي افشا في ارقامه فيه 3 حاجات بتبين انه هو عامل بطولة جيدة جدا اكتر لاعب عامل محاولات على المارم اكتر لاعب في النادي الاهلي بيروح عالجون في دورة ابطال افريقيا هو مجدي افشا بيمتلك 2.7 محاولة على المارم يعني تقريبا 3 محاولات في كل ماتش بيلعبه اي تمام اكتر لاعب عندك اللاعب رقم 2 وتأتي في الاهلي ولا دي مش موجودة معنا معايا بس مش معايا دلوقتي ممكن اجيبها دلوقتي طيب ماشي تاني حاجة ان هو اكتر لاعب بيمتلك معدل صناعة للفرص في المباراة الوحدة واحد ونص فرصة يعني اكتر لاعب بيوصل زميله للجون محمد مجدي افشا واحد ونص فرصة اكتر لاعب بيروح عالجون خمسة وسبعة من عشرة تمريرة طولية يعني باسم الله ماشاء الله صنع علعاب كويس جدا بيصنع لك فرص بيروح عالجون بيعمل تمرير طولي تمام اذا تاني اعتبر تاني اهم لاعب في دورة ابطال افريكا في النادي الاهلي تحديدا هو محمد مجدي افش علي معلول برضو ليه رقم مميز كمان ان هو اكتر لاعب عمل تدخلات انترسيبشن عمل تدخلات دفعية في الماتش يعني هو مش هجومي بس هو بيدفع برضو بيعمل انترسيبشن كويس اتنين وتلاتة من عشرة في المباراة الوحدة علي معلول كمان ليه رقم مميز ان هو اكتر لاعب في النادي الاهلي بيلمس الكورة في المباراة الوحدة بيلمس الكورة واحد وسبعين مرة ده بيأكد ايه ان علي معلول مفتاح لعب النادي الاهلي من الاخر ان هو بيبني الهجمة طبعا انت بتبني الهجمة دايما على ناحية علي معلول هو اللي بينطلق لاخر الخط وبيديك العرضيات اكتر لاعب في الفريق بيلمس الكورة ده دليل هو محور الفرقة علي معلول واكتر لاعب مساهم في اهداف واكتر لاعب بيعمل انترسيبشن تدخلات دفعية عظيم دي بالنسبة لعلي معلول يبقى ارقام علي معلول قلنا الارقام المميزة لعلي معلول اللي هو اكتر لاعب مساهم في اهداف يعني تبقى للمركزه في الملعب هو اكتر من ذاك يعني هو أكثر لعب مساهم في أهداف إنت لو شفت الأرقام دي تحس أنه هو مش صنع على العاب أكثر لعب مساهم في أهداف أكثر لعب عنده تدخلات دفاعية أكثر لعب بيلمس الكورة أفشة أكثر لعب بيعمل محاولات على المرمى أكثر لعب بيعمل تمرير طولي أكثر لعب بيصنع فرص ده في دوري أبطال أفريقيا طيب نيجي بقى من أحرف لعب في النادي الأهلي على مستوى المهارة في البطولة هو جونيور أجايي أجايي أكثر لعب بيعمل مراوغات نجحة في النادي الأهلي 1.4 من 10 على فكرة الرقم ده مش عالي أوي برضو دي نقطة برضو بتعتمد شوية أن النادي الأهلي محتاج حتة اللعيب المهاري يبقى فيه لأن فيه فرق يعني إسماعيل الحدد مثلا بيوصل بيعد التلاتة فنوعية اللعيب المهاري نوعا ما برضو بتعتمد على طريقة اللعب لأن احنا عندنا طريقة اللعب بتعتمد أكثر على التمرير والتحرك بدون كورة سواء مع فايلر أو مع موسيماني ما بتعتمدش على الفردية عكس الفرق الثانية برضو احنا عندنا هنا الجامعية أكتر عشان كده تلاقي مثلا أرقام المراوغات النجحة عندنا مش عالية قوي معدلها مش عالية اه فإحنا برضو محتاجين في التدعمات اعتقد نحن محتاجين ممكن طهر محمد طاهر عنده حتة المراوغات النجحة هتفرق معك في السنة الجاينة بتكلم عن مثلا على الموسم الجديد محتاجه انت مثلا بتدهر على جناح يكون عنده حتة المراوغات النجحة عالية أنا عندي عندي 3-4 أسماء في الأهلي لو دخلوا فورمة يعالوني كهرباء منهم كهرباء طبعا كهرباء الصنة اللي فاتت صالح منهم كهرباء وصالح طبعا بس كهرباء تحديدا في حتة المراوغات وصالح لو في حالتهم لا كهرباء الصنة اللي فاتت كان مراوغاته علي ينقلك طبعا يعالي لك حتة المراوغات في الفرقة ونقول على أسماء ولا بلايش مش هقول أنا كنت أقولي يعني بس يعني هيتبان في وقتها خلينا بعد ما نعدي أفريقي طيب خلينا نروح في مدافع بقى لا لا أجايلي أرقام تانية أجايلي إحنا كلمنا على أكتر لعب عام المراوغات ناكحة المراوغات الناكحة آه هنقول خش بقى على الدفاع الجند المجهول في الدفاع هو ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم يمكن في عندي الرقم هنا مرتبط بقى جايب اللي هو أكتر لعب إهدارا للفرص للفرص نصلا إحنا ضيعنا إحنا قلنا إن إحنا ضيعنا 11 فرصة منهم ثلاثة الجونيور أجايب ركز عم جونيور معنا والنبي بس هو الحقيقة يمكن مع موسيماني تحس جونيور أجايب كان من أحسن اللعيبة في الماتش اللي فات متاع الوداد مش بس جونيور هو كان قطع الكورة الماتش اللي فات 11 مرة عمل جابها قوية جدا جدا مع علي معلول كان سر طال مفعول يعني الناس حست إن الوداد فريق ضعيف ليه عشان التكتك اللي عمله موسيماني إننا إزاي الالتزام الحداشر كانوا نجم طبعا الحداشر كانوا نجم والشناوي كان كاو كابل واحده يعني يعني بجد والله أنا مش بقابالغ الشناوي الحقيقة الفرصة بتاعة البانلتي ضربة الجزاء دي حولت لما تحس إن الفرقة كلها نجوم أعرف إن النجم هو المدرب لما تحس إن الفرقة كلها نجوم يبقى النجم هو المدير الفني دي نقطة مهمة جدا طيب نروح للدفاع ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم ممكن الناس مثلا مش حاسة بدوره أوي لكن هو فعلا بيقدم بطولهم هما أوي هو ممكن يكون مستوى بعد كورونا قال لسنة بس رجع تاني رجع الكرفي بتاعه يعلى أيوة ياسر إبراهيم أكتر لاعب بيفوز بالالتحامات هوائية في المطش الواحد في النادي الأهلي أربعة واربعة يعني بيفوز باربع التحام هوائي في المباراة وأكتر لاعب شتة الكورة بعيدا عن مرمى النادي الأهلي خمس مرات في المباراة الواحدة أوكي فدي يمكن أرقام أبرز اللاعبة بالأرقام علي معلول أفشة أجايية ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم واحد من المدافعين بالأرقام طبعا أكتر لاعب بيشتة الكورة وأكتر لاعب بيفوز على فكرة كان عامل ماتش هاي الماتش ولو اشتغل على مستوى تحضير الهجمة لو اشتغل على تحضير الهجمة وعلى السرعة شوية ياسر إبراهيم هو ياسر مستو في الالتحامات الهوائية الكورة العالية كلها بتاعته التمركز الدفاعي دايما المدافع بيبقى دايما على القايم القريب بشكل مماز جدا تحديدا ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم نقصه حتة التحضير شوية حتى دي النقطة اللي كان بيتكلم معها في فيلر إن أنت تحضر الهجمة بشكل أفضل من كده دي أعتقد لو كملها هيبقى مدافع مميق مدكامل طيب أنا عشان وقت بس دايق إحنا كلمنا على أفشة ودينا له حق وأنا عايز أتكلم شوية عن الشناوي الشناوي مش بس بقى في دوري الأبطال الشناوي يعني رجل الموسم أنا بيتهيأ لي أنه انت عارف دايما حرس المرمى بالنسبة للجمهور مش حسينه دوره قوي لا مش بس كده حتة الأمان والاتمئنان يعني حتى لما تبقى نازل مطش صعب أو نازل قدام فرقة تقيلة أو فرودة مليارة تقيل بيبقى دايما رايح لحرس المرمى لو حرس المرمى بتاعك عشرة على عشرة بيتبقى متطمن أي إن كانت صعوبة الموضوع أنا من ساعة الحضري ما مشي من نادي الأهلي ما شفتش حد مطمني زي الشناوي بصراحة في أي استفتاءات دلوقتي الحرس المرمى بيتظلم في أي استفتاء أصلا في الكورة يقولك مين أفضل لعب في الموسم فالناس تروح على صنع العلعاب على المهاجم وتنسى حرس المرمى أنا وجد نظري أحسن لعب السنة دي في الموسم في مصر كلها هو محمد الشناوي محمد الشناوي مش عشان حرس مرمى نظلمه هو أحسن لعب في الموسم هو اللي فارق مع النادي الأهلي في الدوري وفارق مع النادي الأهلي في الدوري طيب ديقول أرقام الشناوي اللي حقق أهل سنة دي أول حاجة في الدوري كسر رقم القياسي بتاع شريف إكرامي وحق 24 كيلين شيت 24 كيلين شيت من أصل 30 مباراة لعبة في الدوري يعني هو خرج 6 مباراة دخل فيهم أهداف و24 ماتش شباك ونظيفة بسم الله من شاء الله في الدوري طبعا الحاجة الثانية تصدى لأربع ضربات جزاء في آخر 7 مباريات كتير من مستوى الحضر الحضر على الفكرة برضو الكيرف بتاعه في الأول كانون قليل بعد كده عيلة نفس اللي حصل مع الشناوي كتر المباريات مع الحارس واللعبة في النادي الأهلي والخبرات اللي بيكتسبها بيعلي الحارس جامد ومع اللعبة في الضغط الجمهوري ودعم جمهوري النادي الأهلي بتعلي جامد جدا حارس المارمة الشناوي كده الشناوي أصلا بصراحة في ضربات الجزاء ما كانش عالي قوي في الموسم ده مستوى في ضربات الجزاء يحسب لدور مدرب الحراس أيضا في اللي هو بيتصدى الأربع رقلات جزاء من سبعة ده واحد أكيد بيتضرب على رقلات الجزاء بشكل كويس جدا يعني أنا لو لعبنا رقلات جزاء في أي ماتش بعد كده مش حابق الآن عكس مثلا ماتش السوبر أو الماتشات اللي قبل كده كون الواحد بيبقى الآن شواء دلوقتي انت عندك حارس فعلا بعمل زي عصام الحضري والمبارات اللي هو ياريت نخش ضربات جزاء هو حيصد زي ما كنا بنعمل مع منتخب مصر مثلا كان الحضري بيشيلك الشناوي برضو كذلك بيشيل الحتة دي الشناوي كمان استقبل هذا الموسم هو لعب كم ماتش السنة دي الشناوي ليه بقول عليه لعب الموسم هو مش عشان بلعب في النادي لا هو بقول عليه لا هو لعب الموسم بالأرقام هو لعب 42 مباراة متقسمين إزاي 30 في الدوري 11 في دوري أبطال أفريقيا واحد في السوبر المصري يعني لعب 42 ماتش استقبلت شباكو أهداف 13 هدف الثمانية والخمسة طب هو حافظ على نظافة شباكو كام من ال42 ماتش 74% 74% الشناوي بيخرج كلين شيت من ماتشاته واحد لعبها السنة دي 30 مباراة من أصل 42 مباراة 31 ماتش من أصل 42 أعتقد أن الرقم ده رقم مميز جدا مذهل يعني أنت بتخش أن الحارس مش هيدخل فيه أهداف ده عشان كده الشناوي هو لعب الموسم كمان أكتر حارس في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم حافظ على نظافة شباكو 6 مباراة مفيش حارس وصل لستة كلين شيت في دوري أبطال أفريقيا الموسم ده ربنا يحميه ويحافظ عليه أكتر حاجة بتعجبني في الشناوي أنه عنده إصرار وحريص دايما على أنه هو يطور من مستوى يعني هو نمر واحد في مصر من فترة طويلة جدا وبتهالي أي حد مع كامل الاحترام والتقديد طبعا كل الأسماء نجوم ومحترمين ومصر طول عمرها الحقيقة عندها دايما جول كيبرز على أعلى مستوى بس صعب قوي حد يلعب على الشناوي لكن رغم أنه بقاله نمر واحد من فترة طويلة ويمكن من قبل كاس العالم في روسيا ورغم أنه قدم مستويات مبهرة هناك لكن لما تيجي تقارن بين الشناوي في روسيا أو تقارن بين الشناوي النهاردة لا الشناوي النهاردة في حتة تانية خالص والحقيقة الولد شغال على نفسه نتمنى الحقيقة نموذج نموذج للعب المنتمي واللعب المحترف فهو كمان عنده شخصية النادي الأهلي وتأكيداً الكلام حدك هو التطور السنادي في حاجتين مهمين جداً اللعب القدم اللعبه برجله التحضير الهجمة من تحت حتى شوفنا أنه بيصنع هدف أسست في مباراة الجونة صنع فيها هدف والحاجة التانية التطور في ضربات الجزاء ممكن كان ممكن حارس يوصل بعد ماتش أرجوي دي العقلية ممكن واحد بعد ما يوصل للطب خلاص بقى أنا عملت مش هعمل حاجة تانية لكن دي عقلية لعب وشخصية النادي الأهلي متربي في النادي الأهلي شخصية محمد الشناوي أنه هو يتطور أكتر ويعلى أكتر يتطور في تحضير الهجمة ويتطور في ضربات الجزاء وبسم الله ما شاء الله أعتقد أنه ما فيش لعب رجل الموسم زي الشناوي سواء في النادي الأهلي أو بره النادي الأهلي في جملة واحدة دكتور أحمد مباراة الأهلي والودات في عودة في عودة قبل نهاية أفريقيا مباراة صعبة؟ مباراة صعبة طبعا وعلينا أننا ننسى الشوت الأول ونركز في الشوت الثاني ونلعب كأننا متعدلين 0-0 وأننا محتاجين هدف ولازم نسجل عشان نصعب المهمة على الودات إحنا قطعنا شوت طويل جدا قطعنا مشوار وموسم صعب جدا وأعتقد أنه ما كناش أبدا في السنين اللي فاتت قريبين من تحقيق هدفنا زي ما كنا في اللحظة دي ما كناش في قمة مستوانع في أحسن حالاتنا وأنا كد نتفوق بشكل كبير عن كل المنافسين اللي وصلوا معنا نفس المرحلة من دوري أبطال أفريقيا زي السيزن ده ينقصنا مزيد من الإصرار ينقصنا مزيد من التركيز ينقصنا بزل الجهد في الملعب لآخر ثانية وإن شاء الله قادرين على أن احنا نغني كلنا تعالوا نكسب أفريقيا